للمستوطنات البشرية يوان هابيتات السيدات والسادة الوزراء في الحضور السادات والسادة المحافظين وعمداء المدن من كل أنحاء العالم السادة السفراء فيوف مصر الكرام محو لي في البداية أن أرحب بكم في مدينة الأقصر مدينة الحضارة والتاريخ وبين رحاب آثارها ومعابلها لنشهد معا كيف حافظت مصر عبر الأجيال على هذا التراث العالمي رصيدا للإنسانية وشاهدا على تطورها واسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وترحيبه بوجودكم اليوم في هذا الحدث العالمي الهام والذي نشهد بأن يكون تحت رعايته الشخصية حيث يشارك حاليا سيادته ضمن دعماء العالم في قمة جلاسكو كوب 26 السيدات والسادة دعونا نتفق جميعا في البداية على أن المدن على الرغم مما تمثله من تقدم مهم إلا أنها هي المسؤولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ والتي تؤدي إلى العديد من التغيرات في الكرة الأرضية سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية مثل الفيضانات وحالات الجفاف والعواصف العنية وفي الواقع تنتج المدن حوالي 70% من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية وهذا هو السبب الرئيسي في أن موضوع اليوم في الأقصر هو تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدر على مقاومة هذه التغيرات وهو يمثل موضوع مهم للغاية ويكون هذا اليوم منصة لفتح النقاش بين مسؤول المدن ورؤساء البلديات والمحافظين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي حول كيفية دعم مدننا في تحقيق الالتزام العالمي لخلق عالم خال من الكربون لذا يستلزم ما تقدم أن نعمل من أجل تحفيز استدامة ومرونة المدن من خلال التوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة والسسمار الطاقات المتجددة ويجب أن يتضمن تخطيط وتصميم مدننا المبادئ التي تعزز أنماط الحياة الصحية التي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية مثل المش وركوب الدراجات والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديق للبيئة السيدات والسادة تضع مصر ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية حيث يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030 والتي تتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة أو الاسديجيز وأول هدف من أهداف السمانية الرئيسية لرؤية مصر هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وذلك لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الحادي عشر الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرينة ومستدامة الحضور الكريم بالنسبة إلى اهتمام الدولة المصرية بالبيئة فتنص المادة 46 من الدستور المصري لعام 2014 على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها هو واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة وتتضمن رؤية مصر 2030 هدف الاستدامة البيئية سعيا للحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدر على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة هذا ويتضمن البعد البيئي للرؤية برامج متخصصة بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة للحد من تلوث الهواء ومواجهة التغيرات المناخية تبني سياسات مقاومة المناخ في تخطيط المدن الجديدة للحد من تلوث الهواء والتكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة وبوصف مصر طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تقر حكومة مصر بأهمية العمل التشاركي لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية والمتمثل بشكل أساسي في الحفاظ على تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على نظام المناخ العالمي وكانت مصر قد قدمت لسكر كادية الاتفاقية تقرير الإبلاغ الوطني الأول في عام 1999 وتقرير الإبلاغ الوطني الثاني عام 2010 وتقرير الإبلاغ الوطني الثالث في عام 2016 وأعدت الحكومة المصرية تقريرها الأول المحدث كل سنتين المعروف بالـ EUR لتقديمه إلى سكرترية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 2018 وتقوم حاليا مصر بإعداد الإبلاغ الوطني الرابع لتقديمه إلى سكرترية الاتفاقية الـ UNFCCC الذي يبني على كل ما سبقه من تقارير ودراسات أخرى متعلقة بتغير المناخ وسيقوم الإبلاغ الوطني الرابع بتحديث وتعزيز المعلومات المقدمة بما يتعلق بالظروف المناخية وقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري والسياسات والتدابير المتخزة للتخفيف من تغير المناخ وتقييمات القابلية للتأثر بتغير المناخ والخطوات المتخزة للتكيف مع تغير المناخ ومعلومات عن الوعي العام والتعليم والتدريب والبحوث والمراقبة المنهجية ونقل التكنولوجيا وفي هذا السياق يسعدنا أن تقوم جمهورية مصر العربية باستضافة النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 في عام 2022 نيابة عن قارة أفريقيا في مدينة شرم الشيخ وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفالية باليوم العالمي للمدن حافزا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ اللازمة للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050 الحقيقة أن مصر تقوم في مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية التي أعتبرها على المستوى الشخصي والمستوى المحترف الهاما للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم فقد تبنت مصر مشروعا قوميا للتنمية الخضرية من خلال إنشاء مجموعة أو جيل جديد من المدن الجديدة المبنية على أسس المدن الخضراء والمدن المستدامة والمدن الزكية وتأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين وعشرين مدينة أخرى يتم جناءها جميعا في وقت واحد وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء ولكن في نفس الوقت لم نهمم مدننا القديمة ومدننا القادمة القائمة حيث تشهد جميع هذه المدن طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية وفي تطوير المناطق غير الآمنة أو الإسلام والمناطق العشوائية غير المخططة وتطوير شبكات البنية الأساسية والطرق والمناطق الخضراء والمناطق المفتوحة بها أيضا المناطق الأثرية والتراسية والتي تأتي على رأس أولويات أيضا الحكومة في عملية التطوير بالإضافة إلى ذلك فهناك العديد من مشروعات النقل الحضري القائم على أحدث التقنيات البيئية المستدامة التي تتم حاليا لربط كل المدن من الداخل وأيضا ربطها فيما بينها وبينها البعض وأيضا فيما أثارته السيدة المديرة التنفيذية من ازدياد الفجوة بين المدن والمناطق الريفية أو المدن والريف فالحقيقة أن ما يقوم به ما تقوم به مصر من خلال مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة والتي تستهدف تطوير كل القرى المصرية بخلال ثلاث سنوات بتمويل يتجاوز الأربعين مليار دولار أمريكي بهدف توفير كل الخدمات من البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والتنمية الاقتصادية والبيئية لهذه القرى لهو بحق أيضا مشروع يكون إلهاما لكل دول العالم في كيفية التصدي لهذه الإشكالية من اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة وشاملة كما تقوم به مصر حاليا وأخيرا أود أن أنتهت هذه الفرصة لهوهنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان مرة أخرى على فوزها بالجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي تعد واحدة من أرقى الجوائز على مستوى العالم في مجال التنمية الحضرية وتقر هذه الجائزة بالجهود التي بزلتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان لدعم التنمية الحضرية المستدامة في مصر وتحفزنا في الوقت نفسه لمواصلة هذا الأداء على نفس المستوى والمعايير لضمان إنشاء مجتمعات حضرية متكاملة وشاملة وعادلة للجميع ختاما وجدت الترحيب بكم في مدينة الأقصر وأتمنى لكم عملا ناجحا وأشكركم على اختيار مدينتنا للصداف هذا الحدث الهام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته